أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاً فالزاجرات زجراً فالداليات ذكراً إن إلهكم لماحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مالد لا يسمعون إلى الملئي الأعلى ويغذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقناه إنا خلقناهم من طين لازب بل عربت ويسخرون فإذا ذكروا لا يذكرون فإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا مكنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا مبعوثون أم آباؤنا الأولون قلنا عموانتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظون وقالوا يا عينما هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكربون احشوا الذين ظلموا وأزراجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً قاضين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاضين فإنهم يومئذ في العذاب نشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا أئنا لتاركوا آليتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تحزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاق عليهم بكأس من معين برضاء هذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الضرفعين كأنهم بيض مجنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمديدون قال هل أنتم مقضنعون فاطلا فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين أفما نحن بميتين إلا مرتتنا الهولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهم الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نسلا أم شجرة الزقون إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لكنون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارين يؤرعون فلقد ضل قبلهم أكثر الأولين فلقد أرسلنا فيهم منذرين فانظوا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين فلقد نادعنا نوح فلنعم المجيبون ولجيناه وأهلموا من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين ثم أورقنا الآخرين فإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربا بقلب سليم إذ قال ليبي وقومي ماذا تعبدون إذ كان آلية دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتملوا عنهم دبرين فراو إلى آلئتهم فقالا لا تأكلون ما لكم لا تنطبون فراو عليهم ضربا باليمين فأقبروا إلي يزفون قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأسفلين فقال إني ذائق إلى ربي سيهدين رب أهلي من الصالحين فبشرناه بمنام حليم فلما بنى وماه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانذر ما ترى قال يا بتفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصائرين فلما أسلم وتلوا للجميل فلاديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهما البلاء المبين ففديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فلقد مننا على موسى وآرون فنجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا من الغائبين فآتيناهم الكتاب المستبين فهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليه ما في الآخرين سلام على موسى وآرون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين فإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين وكذبوا فإنهم لمحظرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإنه طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقنون فإن يونسن من المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلا يوم البعتون فنبذناه بالعرائبا وسقيم وأنبطنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناتا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمونا فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فاجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا فلقد علمت الجنة إنهم لمحظرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم ولي بفاتذين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافتون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفأوا به فسوف يعلمون ولقد سبغت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولغنهم على التاحين فأبصرهم فسعوا فيبصرهم أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فسا صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين